بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته إلى عبد الله بن سحيم طوع أهل المجمع قال في خاتمتها وأما بقية المسائل فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أجوبته للشيخ بن سحيم من أهل المجمع سأله بأسألة في التوحيد مضى أولها وبقي فيها ما يأتي نعم حسن الله لك قال رحمه الله وأما بقية المسائل فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا الله وبيننا وبينكم كلام أهل العلم نعم يقول الشيخ رحمه الله أما بقية الأسئلة فالجواب عنها ممكن ولكن بعد الجواب عن شهادة أن لا إله إلا الله وبيان معناها لأن هذا هو المهم وأما بقية المسائل الفرعية فأمرها يأتي بعد الفراغ مما يتعلق بلا إله إلا الله نعم أحسن الله إليكم قال لكن العجب من قولك أنا هاد من قبور الصحابة أنا هاد من قبور الصحابة وعبارة الإقناع في الجنائز يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه بعثها عليا لهدم القبور هناك بن سحيم رجل طيب ومن أهل العلم وهو عبد الله بن سحيم ولكن هذا الرجل الثاني مما يشارك في الإسم هذا عنده اعتراض على دعوة التوحيد وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يهدم قبور الصحابة بزعمه وكذب فيه وكذب فيه هذا فالشيخ رحمه الله لم يهدم قبور الصحابة وحاشاه من ذلك بل هو يحترمها ويخافظ عليها فكما أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على قبور أهل الإيمان وعدم الإساءة إليها بهدم أو غيره نعم قال لكن العجب من قولك أنا هاد من قبور الصحابة وعبارة الإقناع في الجنائز يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه بعث علي لهدم القبور نعم النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي لهدم القبور وقال له لا تدع أبرم مشرفا إلا سويته هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا بالبناء إلا سويته يعني هدمت ما عليه من بناء كما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليك قال ومثل صاحب كتابكم لو كتب لكم أن ابن عبد الوهاب ابتدع لأنه أنكر على رجل تزوج أخته فالعجب كيف راجع عليكم كلامه فيه نعم أحسن الله قال وَأَمَّا قَوْلِي إِنَّ الْإِلَهَ الَّذِي فِيهِ السِّرْ فَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّغَاتَ تَخْتَلِفْ فَالْمَعْبُودُ عِنْدَ الْعَرَبُ وَالْإِلَهِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ عَوَامُنَا السَّيِّدْ وَالشَّيِّخْ وَالَّذِي فِيهِ السِّرْ والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا السر لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر وكونه يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه نعم هذا واضح نعم قال فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسأل بعض العامة ما فاتحة الكتاب ما فسرت له إلا بلغة بلده فتارة تقول هي فاتحة الكتاب وتارة تقول هي أم القرآن وتارة تقول هي الحمد وأشباه هذه العبارات التي معناها واحد ولكن إن كان السر في لغة عوامنا ليس هذا أو أن هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلم فهذا وجه الإنكار فبينوا لنا والحمد لله رب العالمين نعم إذا كان تعظيم القبور أكثر مما شرعه الله سبحانه وتعالى وذلك بالاعتقاج لأنها تنفع وتضر وما أشبه ذلك إنكاره حق أما المحافظة على القبور وعدم الإساءة إليها بأن تداس أو تهان أو ما أشبه ذلك من أنواع أي من أنواع الإساءة إلى الأموات فهذا حق ونحن لا نسيء إلى الأموات المؤمنين وإنما نحترمهم وندعو لهم ونثني عليهم كما أمرنا الله بذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فالإساءة إلى القبور تعني الإساءة بالإهانتها أو بالجلوس عليها أو بالمشي عليها أو ما أشبه ذلك مما لا يليق بحق الأموات والصالحين من أهل العلم وغيرهم نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين انتهت رسالة الشيخ إلى عبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة نفع الله بكم ورفعكم درجات إنه سبحانه سميع مجيب وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين